تخف قليلا حدة الاشتباكات في المعركة الدائرة غرب حلب لكسر الحصار عن المدينة بعد انتهاء المرحلة الاولى بانتظار بدء الثانية وبين المرحلتين تتوفر مساحة للحديث عن قصر بالغازة سامى على حلب اول من تحدث عنها قناة ارتي الروسية ولم تكتمر ساعة حتى سدف النظام السوري المناطق المحررة حديثا في راشدين وضاحية الاسد ما اسفر عن حالات اختناق الاسدف بالغازات لم يوقف تجهيز لاستكمال المعركة من داخل وخارج حلب يا شباب حلب اروا الله عز وجل منكم خيرا فان العالم كله وخاصة العالم الاسلامي ينتظر هذه الملحمة الكبيرة فالتاريخ يكتب والعالم يراقب والله يشهد فارو الله عز وجل منكم خيرا وجزاكم الله خيرا مساحة التصريحات اتسعت لنائب القائد العام للحرس الثوري العميد حسين سلامي الذي قال ان من يفرض معادلته على الوضع الميداني في سوريا ستكون له الكلمة الاولى في المفاوضات السياسية مقتل عناصر الحرس الثوري وحزب الله لم يتوقف فبينما نعى الحزب عنصرين اخرين ليرتفع بذلك عدد قتله خلال شهر الى واحد وثلاثين اعلنت وسائل اعلام ايرانية مقتل الجنرال ذاكر حيدري بعد يوم من اعلان مصرع العميد محمد علي محمد حسيني في زحمة هذه التطورات يجد ديمستورا وقتا ليقوله على شيء يبرر قصف المناطق الاهلة على حد تعبيره معتبران ان ذلك قد يرقى الى جريمة حرب بعد سقوط ثلاثة اشخاص في المناطق الخاضعة للنظام ضحايا القذائف الصاروخية تصريحات ديمستورا قبلت باستفسارات من صحفيين ومدنيين عن مبررات عادم قدرته على ادخال شحنة غذائية واحدة الى حلب المحاصرة منذ شهرين